ممكن نتكلم في حاجة جد حبتين وأرجو دايما أنه إحنا نحاول قدر الإمكان نوسع صدرينا كده وإحنا بنسمع الكلام ممكن نعلم ولادنا بما فيهم ولادي لأنه عندهم هذا الداء وهذه الآفة لما حد يطلع من قوضة يطفي النور اللي فيها إذا كان ربنا كرمك بتكيف لما تخلص المكان اللي انت عاعد فيه ومشغل التكيف أطفي التكيف إذا حضرتك من الناس اللي بتستخدم كل أنوار البيت أظن مالهاش لازمة ويرجأ أوعى ألاقي بوبي واحد من الإخوان طلع يقول لي أصلكو التريقته على شام أندين إيش جاب لي جاب يالا اللي بنتكلم فيه أزمة اقتصادية عالمية اللي بنتكلم فيه أنه ألمانيا عملاق اقتصادي الاقتصاد الأكبر في أوروبا رابع أكبر اقتصاد على مستوى العالم بتطفي النور في الشوارع ده من الآخر عشان بس نبقى إيه متفقين أنا بقول الكلام ده علشان أنا عارف وهارش ودارس ولقت اللي هيحصل من الإخوان على تيك توك وفيسبوك وإنستجرام واسمو إيه الحاجات يا تانية اسمو إيه سنابشات باين حاجة زي كده ولايكي وكل البطيخ اللي طالع اليومين اللي فاتوا دول اللي هيحصل شفتوا ده عاوزيننا نطف في النور شفتوا ده عاوزيننا مش عارف نقف للمية شفتوا ده عايزين أم لا عايزين إيه أنا بس عايزي أقولك حاجة هو عموما يعني في السراء والضراء في أوقات الرخاء وأوقات الأزماء هو الأزماء هو المفروض أنه ده يبقى السلوك الطبيعي أنا من وانا صغير أمي ربنا يديها الصحة معلماني أن أطلع من الأوضة أطفي النور أما جا أفتح الحنفية أفتحها على قد غسيل إيدي أنا أتذكر وأظن كلنا أن أتذكر الأغنية الشهيرة بتاعت ست سنية ست سنية سعيبة المية في الحنفية أظن كانت الأغنية بتقول كده علشان مسألة كانت جدتي الله يرحمها والله يفتحيها حسين نور الدين الله يرحمها يا رب كانت دايما تقول إيه حرام المية اللي بتنزل دي ده جدتي دي كانت موديت سنة 14 كانت المية إيه بالعبيد في كل حتة مصر كانت كلها على بعض حوالي 10-11 مليون بني آدم يعني هي كانت تعلمنا كانت تقول لك حرام المية دي في ناس في الدنيا ممكن ما تلاقيش شربة مية واحدة والله كانت تقول لنا كده اتعلمنا كده كبرنا كده الأجيال الجديدة اللي موجودة للأسف إحنا مش معلمينهم ده إحنا سايبينهم لحالة من الاستهتار كده شغل نور ويسيب التلفزيون وينام ويفتح المية على أخيرها ده كلام فارغ وكلام فاضي ولا يا صح وغير مقبول زي ما كنت بقولك في أوقات الرخاء قبل أوقات الأزمات هل إحنا مش في حالة رخاء؟ لا مقدرش أقولك إن إحنا في حالة رخاء هل إحنا في وقت الأزمة؟ طبعاً هل الأزمة طاحنة على مصر هي طاحنة على العالم مسيدي؟ طاحنة على العالم يا مولانا طاحنة على العالم يا خوية يا حج يا باشا يا بيه أغنى واحد في مصر لازم طب أنا عايز أقولك على الحاجة بقى أغنى ناس في مصر الملياردرات اللي إنت بتقعد تكتب أساميهم على جوجل كده وتشوف أخبارهم أكتر ناس في الدنيا بتحسب على الفلوس أكتر ناس تحسب على الفلوس ملوما بقوا أغنية إزاي؟ وانت تفكرهم زي حالتنا؟ ينزل بقى يشتري مش عارف 3-4 كيلو مش عارف إيه و5-6 كيلو مش عارف إيه مفيش كلام من ده الناس دي بالمؤنن كله على المقاس أنا أعرف حد رجل أعمال كبير شهير يعني كل رجال أعمال الكبار الملياردرات دول أساميهم كلهم معروفة حلو؟ أنا مستأذنتوش في اسمه يعني عشان نقوله أتذكر أنا مرة سألته أنت بتغير العربية بتاعتك كل كم سنة؟ قالني مرة كل عشر سنين تقريبا العربية طول محلتها حلوة أنا مغيرهاش حلو؟ بتجيب بقى العربيات اللي مش عارف بعشرة مليون وبخمستاشر مليون وبتاع قال لي أنا آخري بالظبط كده أدفع في العربية 2 مليون طبعا 2 مليون ده بالنسبة لي والحضرتك دي أرقام خرافية بالنسبة للسيد المحترم ده ولا حاجة كده يعني ملياردير مليارات الدولارات يعني دولارات مش جنيهات يقول لي أنا ما جيبش عربية بكتر بـ 2 مليون ليه يقول لي عمل بيها إيه؟ هي يبقى فيها إيه يعني حلو؟ ده على صعيد استخدامه الراجل ده كل حاجة في حياته بحساب والله مرة عادتك كلمة في حياته اليومية كل حاجة في حياته بحساب ما فيهاش هزار أنا بقول لك الكلام ده علشان أنا عارف إنك قريت الخبر وسمعته وشفته في الأخبار وقريته على موقع التواصل وكل الكلام ده أنا بقول لك الكلام ده عشان أنت تبقى فاهم ما وراء أي خبر في الدنيا وده حقك